مرحبا، الحادثة اللي حكيت عنا في الحلقة السابقة، الصدام بين معارة مصرين وكفريا، كانت قبل 8 آذار 2012، لأنه بهالتاريخ أنا انتقلت بشكل نهائي طلعت من إدلب بشكل نهائي، ووقت اللي خبرني لأستاذ حسن أصاب وقال لي أنه تعال في مشكلة كنت نايم في بيتنا، يعني الصبح اللي مهم رحنا عمارة مصرين وتمكننا نحن عقلاء معارة مصرين وعقلاء كفريا من نزع الفتيحة بس كان معارة مصرين فيها للسيادوب جماعتين مسلحة، وكفريا ما كان فيها، يعني يمكن لو كانوا مسلحين بهذاك الوقت أهل كفريا والفوعة، كان ممكن يصير صدام، ممكن ما تنقضى مثل بهاي السهولة، عكل حال أتبارا من هذا التاريخ صارت الأمور أصعب ودخلت في يعني تخلنا في مشاكل قوية وعنيفة ولأول وما لآخر انا قبل هذا التاريخ كنت اجي عمارة مصرين بسيارتي وحكيت لكم كيف كنت اجي وكنت اشترك أحيانا في المظاهرات وكانوا يرحبوا فيني لأنه أهل معارة مصرين ما هو أنا أبن البلد وكاتب والإسم فوق بالشام والآخرين كانوا قبل السورة يظنوا أنه الكاتب اللي داخل بعلاقات وكوزة بالشام والآخرين ما ممكن يكون مع السورة فلما عرفوا أنه أنا مع السورة هذا شيء زاد من يعني محبتهم إلي شيء طبيعي وخاصة السوار للا الأهالي بشكل عام ما في بيني وبيني شيء كلهم بيحبونا بنحبوهم والآخرين لكن السوار طبعا كانوا راضين عني وأنا كنت لما أدخل في المظاهرة اللي عم يهتوف والماسك المقرفون عم يهتوف بيقول حي وتنحي ويحيوني إلي وكانت الأمور تماما المهم أنا وقت اللي جيت بقى بشكل نهائي عمارة مصرين هون بهالفترة كانت التسليح توسع في معارة مصرين يعني كان في جماعتين صار في عنا عشر جماعات تسعة عشرة والله ما بتذكر شد العدد بالضبط وكان طبعا الناس لما بيكونوا مانون مسلحين بيكون التعايش بيناتهم سهل يعني الأعزل ما كتير بيعمل مشاكل يعني بينما المسلح بيصير عنده فائض قوة وفائض عدوانية ولذلك أنا لقيت وقت اللي جيت عمارة مصرين أن الجماعات المسلحة كلها متناحرة بين بعضا يعني بواحد بيقولك أنا إذا جماعة فلان موجودين بفلان محل مبروة التاني بيقولوا أنا ما بيسعدني وما بيش عرفني أن نروح وكذا وفيك جماعة طبيعة للناس اللي مسلحين فصار بعد ما جيت أنا لقاء في دار اسم دار الأفراح كان يقام فيها أفراح وتعازي يعني هي بأجر وصالة يعني يجتمعوا فيها كلها العالم وأنا كنت موجود فكانوا أنه منشكل مجلس قيادة السورة هاي فترة التنسيقيات انتهت صار فيها لقم مجالس مجالس سورة فكل اتنين مثل ما قلت ما بيحبوا بعضون وبدون حدا يكون توافقي فواحد اقترح ألمان غير الأساس خطيب فأنا صرت الضحك أنه واحد ينتقل من كاتب لصير رئيس مجلس قيادة السورة هي تجربة الحقيقة يمكن ما أتيحت هذه التجربة لغير من الكتاب أنه يدخلوا بصيروا يدخلوا بهاي الأعمال اللي هي فيه الكتاب عادة أن يترفعون عن هذه بس أنا هاي بعتبر هاي شغلة الشعب تبعنا هذا يعني هاي القضايا هاي قضايا الشعب والفتن اللي عم صير هاي بناكس على الشعب تبعنا فإذا أنت كاتب وقاعد في برج عادي عاجي غير إذا كنت كاتب وفعلا بيهمك أمر الناس وإلك علاقات اجتماعية قوية بالإضافة لأنك كاتب هاي شغلة بعتقد أنها منيحة ومفيدة المهم أول شغلة صارت معنا أنه في واحد من أصدقائي يجل عندي قال لي صهري كان طالق بزيارتنا هو ما من معرض مصري جاء بزيارتنا هو طالق من البيت أطلقوا عليه النار وكان يعني لولا صدفة إلا كان قتل فأنا قلت له نشوف مين رحنا سألنا قالوا في بعض الناس أنه إذا بهمك الأمر نحن بنحمي يعني هذا إذا غير كون صار في جماعات كثير إذا غير كون ضربوا بين قتل فأنا عردت جواب لازالما قلت له والله إخ ما بعرف أنا ما بقلك أنه خلي أو خلي نصرف لأنه بعتقد أنه الوضع معنو سهل هاي من الأشياء هلا بنجي بقى لموضوع كفريا والفوع كيف بدأ التسليح أول شي أنا قلت أنه اجتمعوا وانتصر التيار أنه نحن نسلح بعدين صارت حادثة في واحد عنده كازي اسمه علاء رمان على الأوتوستراد أوتوستراد باب الهواء يعني مفرق كفريا هذا الرجل قال له أخ عنده بيك أب هذا طالع بالبيك أب طردته دورية مسلحة من إحدى قرى شمال معرض مصري فقالوا له ليش معك بارودة لأوا معه بارودة فقال لهم ليش أنتوا مسلحين يعني وين المشكلة إذا أنا مسلح وأنتوا مسلحين أني معهم بوريد علنا يعني فاشتبكوا مع بعضهم قتلوا لهذا الزلم معلاء راح يعني يعني انتقاماً لأخوه بلاش يعني يتسلح وبعدين بقى صارت حادثتين أول حادثة إنه أهل بنش خطفوا لأهل الفوعة شي 17-18 واحد أهل الفوعة بيناتهم هذول واحد ملقب مراد علم دار مراد هذا كان طلع مسلسل تركي دبلج أو ترجم وصديقنا عبد قادر عبداللي هذا مراد علم دار واحد يعني أنه من هذول الأبطال الشجعان اللي بيقتل بيضربه مثل بزمانه شو هذا اللي كان طلع رينغو زينغو رينغو لسبع السبع مسدسات لرينغو ها كان طلع مسدسات هذا أنه هذا الرجل أنه هيك يعني أنه كثير يعني شو رجل القدعان هذا الخطف هو من بيت حج موسى عيلي اسمه بيت حج موسى الخطف من ضمن 17-18 واحد صاروا وين في بنش الجماعة اللي تسلحت أو الجماعات اللي تسلحوا بالفوع واحد منهم من عيلة هذا الزلمين خطفوا 17-18 واحد من بنش فصار هون بقى في الحالة الجديدة اللي صارت صار فيه توازن رعب يعني كان أول حكايت لكم أنه يخطف واحد منهم يا أساس خطيب شوفنا أخذوا لنا فلانو وقالزا مرة واحد من الصواغية خطفوا من بيت نايف وراح وكذا يعني المشكلة ما بقى بتنحل بالتليفون وبالواسط وأنه في ناس يطالعون وناس يعزبون ما يطالعون لا خطفتنا بنخطف لك توازن رعب أو أش بسموه هذا توازن استراتيجي بين الأهالي لأنه هن أهل كفرية والفوع من جهة والمحيط المحيط فيهم صرنا نحن أمام حالة هزلية أنه الأهالي مقسومين إلى قسمين طبعا أنا بدي أقول شغلي هون للتوضيح أنه الطائفتين الموجودين في محافظة أدلب اللي هن الدروز الشمال والفوع في بناتهم فروقات يعني وهذا اللي خلى أنه الدروز ما حدا يعتد عليهم مثل ما تم طبعا اعتدوا على الدروز ما نقول يعني ننكر بس ولكن هنيك أكتر ليش لأنه الشيعة هن طائفة مقربة أو محظية لدى السلطة سلطة الأسد الأسد عنده نفس طائفي معروف أنه يقرب العلويين وأنه هو أقرب منه كان أكتر شي في الجيش معتمدين العلويين كانوا مع الشيعة طائفة الشيعية في مخابرات ضباط كبار كان رئيس فرع الأمن العسكري بإدلب نوفر الحسين من الطائفة الشيعية من حمص طبعا وقالوا أقارب بالفوع كأقب كفرية عفوا يعني هذا كان يعني معتمد لدى نظامه بقوة يعني من المقربين والمواليد لنظام بقوة فكانوا الشيعة منخرطين في كل أنحاء سوريا في الأمن وفي الجيش وفي المخابرات يعني لهم وجود قوي يعني حتى أثناء أنا كنت ما روح وإجي روح وإجي فعلمت أو عرفت أنه حتى هذه اللحظة اللي انقتلوا من أهل الفوع خارج الفوع يعني خارج منطقة نهون في المحافظات خلال جيش والأمن وكذا ووصل لشي 31 كان في هذه الأيام في بدايات الصراع المسلح في سوريا فكانوا الحقد على هاي الطائفة أو تبادل الحقد بين السنة وشيعة كان سببه أنه هن كانوا مخرطين مع النظام فعلا يعني كعلى مستوى طائفة على مستوى سوريا مخرطين مع النظام ومنفس الوقت لم يعلنوا متل ما أعلن الدروز أنه نحن مننقى بنفسنا لا هن بالأول حاولوا يتجنبوا أن الجماعة كفريا والفوع حاولوا يتجنبوا الصدام وصبروا كتير وبعدين نتل ما أحكينا يعني ما من نعيد هذا الكلام فجينا بقى لموضوع التبادل الأسرة أنا توليت هذا العمال وصرت تروح بسيارتي من معرض مصري إلى كفريا إلى الفوع إلى بنش وبالعكس ولما مر شوف أنت المفارقة أنه علم الثورة الأخضر موجود في معرض مصري في أول حاجز عسكري أو أمني بكفريا هو حاجز عليه العلم تبع نظام تبع سوريا الأولي والثاني الفوع بالمدخل وبالمخرج وترجع وتوصل لبنش وتوصل لعلم الأخضر يعني أنت أمام وهذا اللي كنت أعمل أنا لحد الآن ما استغربوا من حالي أنه أنا كيف كنت أجرؤ أدخل بين هذول فكان يبدو يعني الحقيقة أنه أهل كوريا والفوع كانوا يعتبروني من الأشخاص المعتدلين والما بيرضوا بهذا الكلام فكانوا يلجأوني قبل التسليح وبعد التسليح مشان حل المشاكلهم فكنت لما أجي على الحاجز رأساني شوفوا سيارتي قالوا لي توضى للساس غطيم للأمانة هذول وهذول وهذول ولا مرة في مرة فتح واحد الباكاج فتحني يا زلمي اوه شو أنا أجيب معي فقال آسفين أستاذ خطيئ هيك يعني فأروح على رضوان سلات في الله يرحمه أبو محمد في بنش عرفتوا حالي أنه أنا جاي مشان هذا الموضوع أنتوا أهل بنش بتحبوا بتبادلوا ها والأسرة مع جماعة هذول سترجعوا ولا تكون له طبعا هو وقت اللي كنت التقي معه أبو محمد رضوان سلات يجمع كل جماعة الجماعات مسلحة تبعهم متل عنا بمعارة مصرين في بنش جماعات جماعات فلان وعلان وهذول معتدلين وهذول متشددين متل نفس الموضوع تبع معارة مصرية إجابة للجماعات وخاصة نجو أهالي هون النقطة أنه أهالي الشباب المخطوفين اللي ياخدينه على الفوعة هذول يعني لو أمكنهم لحتى يقوموا يلفوني وبوصوني أنه أنت جاي طالعنا أولادنا وهن رغبتهم هذول أهالي لجسمهم كان تصدن بالمتشددين من جماعات المسلحة بيه منو خيوما منا نعطيهم الأسرة تبعونه يصطفلون نحن وخلي أولادنا عندهم اللي ما عنده ولد فهيكون مسائل يعني بس اللي عنده ولد ما بيقبال فكان يصير صراع وبعدين وصلنا لنتيجة أبو محمد رضوان الله يرحمه قال لي خيو وتوكل على الله روح فوضا لجماعة الفوعة إذا يرجعون الشباب ونعطيهم لا نحن جاهزين في واحد قال له أنا ما برجع ما قال له بدك ترضح للحق لأنه نحن ما عم نحكي بإسم واحد ولا اثنين إيش بالنش للأمانة يعني فاستمر معنا هذا الزهاب والقياب وأنا يعني صرت في الرجعة ما صرت روح بالرجعة ما أسر جي من كفري والفوعة الصراحة لأنه صير ليل كنت روح على طريق شلخ وبعدين راب حمدان وأجي أعمال مصري يعني في ناس حذروني قالوا لا ما تدخليك دخلات يا أخي والله يعني بروحوك يعني هذول أو هذول بروحوك المهم والله آخر روح آخر زيارة أنا رحت فيها على بنش وصلت على الحاجز اللي عملينه في واحد عامل الحاجز وين في مدخل بنش غير اللي كنت شوفون أنا شباب على الحاجز وكان قلو يا أهلا أستاذ فضل وقفني هذا قال لي أستاذ خطيب أنت ليش تعزم حالك حرفيا قلت له أم الله أنا ما لي مصلحة ولا إلي أسير أنا لا بيلفوع ولا ببني أنا ما عندي علاقة لزبتكم ما ما بعز حالي قال لي عرفني عحاله أنه رئيس مجموعة مسلح أو جماح مسلح قال لي أنت هلأ عبدوك تروح تفاوض مشان نرجع لهم اللي عننا ورجع لهم بس في واحد من عندهم اللي هو هذا مراد علم دار وكنت حاج موسى ما بعرف اسمه هذا قتلته أنا دبحته شلون أنت بدك أشعلي نحسن طال لكم الأبر أشعلي والله شر البليتي لا يضحك أو مضحك البليتي لا يشر فقلت له إذا هك فعلا حق معك العمل تبعي صف عبسي عكل حال خليني مر قال لي تفضل مر رحت أنا والله عند الزلم اللي اسمه رضوان سلات الله يرحم وإن أحبه كثير للرجل لأنه كثير كان واقعي يعني وعنده جماعة مسلح أولاده وإلى آخر مسلحين وحتى كان فيه شباب من الفوعة طالعين معارضين للنظام طلعوا من الفوعة راحوا قاعدوا يعني قاعدوا عنده أو قاعدوا بحمايته أو إلى آخر لأنه اللي شقوا من الفوعة وكفره وخاصة أحمد حجعلي وجمال حمدون الله يرحم الله جمال هذول خسروا خسائر كبيرة بعدين شفتوا بتركيا أنا لجمال حمدون ولأحمد جمال حمدون قال لي يا أخي أنا لشيء اللي باستغرب أنه أنا طلعت ضد النظام وأنا مقتنع بذلك وأنه هذا نظام طائفي ومجرم وحقير وكذا وصهري طلع معي وصهري قاتل مع الجيش الحر وقتل ومع ذلك أنا لا نراضي هدوك ولا هدول أهلي بكفر الفوعة ما بطيقونا لأنه نحن معارضين وشباب السوار السنة ما بطيقونا لأنه نحن شيعة فالصوار هذا الموقف هذا من المواقف اللئيمة طبعا أنا كنت كمان صديقي الجمال بظل أسأل عنه عولاده ما في داعي نحكي يعني لأنه يعني لأنه يستحقون التقدير كل التقدير يعني مو بس لموقفهم لأنسانيتهم يعني ولخسائر الفادحة اللي اتعرضونا بسبب معرضتهم للنظام رحنا عند رضوان سلات يعني الخلاصة كمان جمع العالم قلت له يا أبو محمد أنتوا ليش عاد تأخذوني بتجيبوني إذا واحد قلت لي أنه هدول جماعة من قال لك ابنه قلت له هيك في واحد أعرفني يا حالو على الحاجز قال لي أدعى لك حشار حرفيا قلت له ليش قال لي لأنه 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 أحد قتل أحد أكذب بالحكية قال لي تابع